هذا التطبيق هذا من التطبيقات المميزة في تغيير الأيقونات وعنده شغلة يمكن تلقاه عند الغير اللي هي طلب الأيقونات مثلا تقول لأنا أبيك تغير لي هذه الأيقونة وهذه وهذه طبعا تشتريهم اللي هي المجموعة الخمس حبات بربعة دولار يعني ممكن أوريك إيميل أنا رسلت لهذا الشخص من بداياته ما كان التطبيق بهذا العمق طبعا تطبيق ممكن تخصيصه لكثير من النشرات وأيضا تشتري الايقونات اللي تبي أو تشوف مجموعة تطبيقاته يبدو أن المساحة تضيق على أنتل فأي أم دي دخلت عالم سوبر كمبيوتر وقدمت واحد المفروض مصنف أنه الأسرع حاليا اليوم فتح الطلب على هذا الجهاز الله يعينكم على السطر اللي بقوله ZTE X10 Pro 5G هذا طبعا إذا نزل نسخة عالمية توقع على الكثير هنا في الحجز اللي هو Red Magic 3 أيضا من الأجزاء القوية لكن طبعا سوق صيدي بعد إعلان مدير ون بلس بأنه ون بلس 7 Pro وليس العادي بأن هذه النسخة ستكون بـ UFS ذاكرة داخلية 3.0 يعني جمال الجهاز هذا تراجع عندي إذن تم تحديث الجدول بالذاكرة الداخلية اللي كانت غير معلنة والرام الغير معلن كانت ستة اللي بالمعرض نسخة 5G وتحديد الكاميرا الحمد الشينا على 18 فلاكشوب تقريبا 18 فلاكشوب يبقى لنا Asus Zenfone 6 راح يكون هني هواوي قدمت P30 Pro Limited Edition ويا كفر كريستال لا تسألني عن أي شيء ثاني الجهاز ممتاز ويا كفر كريستال وراح تمسك الفنانة الصينية فلانة وراح يبيعي لا تسألني أي شيء فني لأنه نفس الشي الجهاز تذكرونه وابورينو اللي نزل بمعالج 710 بعدين قالوا في نسخة X تكون معالج 855 اليوم الشركة تقدم لكم معالج P90 من هيليو ظهور هاتف Mi 9 شفاف على Unto 2 كأول هاتف بستة رام طبعا يحصل على أول القائمة يعني تجاوز الثمانية رام اللي تحته طبعا إذا كان موضوع 6 و 8 و 12 موجود كاعتبار في الترقيم فأنا بلغك إنه هواوي بالثلاثين الأوال يعني رح تطلع لحنا كنا نتكلم عن 19 فلاكشوب بمعالج 855 بس إذا حسبنا إنه هذا بستة وبثمانية بثلاثين رام لا هواوي بالثلاثين بالأربعين اسوس زينفون 6 كان يراهن على السعر يبدو أن الأمر تراجع عنده فالجهاز يبتدي من 650 دولار تقريبا أوبورينو قدم 60X يعني دبل هواوي إذا كان هذا الأمر حقيقي فيه جهاز اسمه كين كونغ 5 برو ببطارية دمن تلاف ومعالج P70 فيه منتدى وون بلس الرسمي المنتدى يسلم عليكم أو ممكن ما يسلم عليكم يقول لكم قدمنا بيتا أندرويد 9 ل3 و 3T لا يوجد شيء هنا وتقول لك أن أعطني أبديت ما فيه الآن تقدر تشترك بالبيتا 2 طيب نجرب جاري التحميل حاليا يتم توصيل الهاتف باللابتوب بعدين تختار transfer files بعدها تسحب الملف هذا إلى الذاكرة الداخلية مباشرة والهاتف مغلق كليا نضغط على زر الصوت لأسفل زر power مع ضغط مطول استمر بالضغط الهتزاز أترك الأزرار يتم اختيار أول خيار ثم روم ثم سيتم مسح كل شيء ضغط يس يتم التركيب ثم ريبوت تم تركيب نجاح بس شكراً وون بلس أن هذا الجهاز للحين قادر يحصل على التحديثات هذا أندرويد 9 بيتا 2 لجهاز وون بلس 3T نرجع لأخبارنا شوف هذا الجهاز هذا مرشح أن يكون ريلمي اكس اللي مفرض كاميرا تتطلع من فوق ما الجديد أن هذا الجهاز كاميرا تتطلع من فوق وراح يكون سعره بالـ 200 إلى 250 دولار فقط الوث المباشر لجوغل آيو خلال أربع ساعات الرابط تلقاه على تويتر أو على تليجرام المفروض أن يتكلمون عن جديدهم هواتف متوسطة توقع تحديث للتابلت تحديث للأبتوب وطبعاً أندرويد كيو هاتف نوكيا العظيم هذا العظيم اللي جربه قبل أن تحكم عليه هاتف نوكيا العظيم هذا اللي هو نوكيا 9 بريديو يحصل على خصب 100 دولار هو ما نزل الحين لينكس لايت يحصل على تحديث كيرنل 5.1 وهذا واحد من أخفث مو أخفث من أخفث أنظمة تشغيل لينكس المفتوحة وأشوف أنه يعني منافس للابونتو بشكل أنيق بشكل جميل أخبار من فوربس بأن جالكسي نوت 10 سيدعم 50 واط للشحن أنا أستبعد هذا الرقم لكن فوربس مصدر جيد الأخبار كثيرة أنا تجاوزت أكثر من ألف خبر نقيت لكم منهم مثلا نشوف المكان هذا فوق الألف فننتظر مؤتمر جوجل للتعليق عليه ترجمة نانسي قنقر